هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاق نار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين غيرت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة من نخلي والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيال سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان ترجمة نانسي قنقر أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخوان جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطاني والله ما في هذه الدنيا لك من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان هم يسمعون كلامه وسلامه وسلامه فعمل لجنات النعيم وطيبها أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى شوق الغريب لرؤية الأوطان أخبر المجبز